تشهد الحدود سورية لبنانية عملية مشتركة تستهدف الحد من الخطور التي تسببها الجماعات المسلحة المتمركزة في هذه المنطقة على جانبي الحدود العملية المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع يتوقع المراقبون أن تنتهي إلى القضاء على هذه الجماعات وتأمين الداخل اللبناني من خطر سيارات مفخخة التي أودت بحياة العشرات تشهد السلسلة الشرقية من جبال لبنان معارك واشتباكات عنيفة منذ الأحد الماضي بين المجموعات المسلحة من جهة وحزب الله والجيش السوري من جهة أخرى والسلسلة الشرقية وأمنها انعكاسات مهمة على كل من أمن لبنان وسوريا المساحة الشاسعة لأراضي السلسلة الشرقية سمح للمسلحين بالانتشار والتمركز تمركز صعب على الجيش السوري وحزب الله بسط سيطرته على المنطقة عملية بسط نفوذ أمني بشكل كامل على هذه المنطقة أولا يحتاج إلى نقاط ثابتة وهذا أمر تعزر لطبيعة المساحة الواسعة لهذه المنطقة ويحتاج أيضا إلى تحليق دائم للطيران ومراقبة دائمة بالطيران وهذا الأمر متعزر من الجانب اللبناني ليس من الجانب اللبناني فحسب بل أيضا من الجانب السوري لذلك هذا الأمر يحتاج إلى ثلاث مسائل أساسية المسألة الأولى تجفيف منابع المسلحين وعدم ترك الحرية لهم في التحرك من داخل أو من البلدات اللبنانية باتجاه الأراضي السورية وهذا أمر ربما يعني هو يعني يأتي على رأس الأولوية في هذا الإطار الأمر الثاني وضع نقاط ثابتة للقوى الأمنية سواء لبنانية أو سورية يعني سورية من الجهة السورية ولبنانية من الجانب اللبناني هذا اثنان ومسألة ثالثة يعني أيضا يعني ربما يعني ليست الآن في يعني متاحة بشكل كامل لكن على الأقل وضع رادارات مراقبة وإلى آخره وهذا أمر يحتاج إلى جهد كبير يعني ربما لا تستطيع لا لبنان ولا سوريا الآن في الوقت الحالي أن يعني يقوموا بمثل هذه الخطوة انتشار المسلحين التابعين بأغلبهم لجبهة النصر على طول السلسلة الشرقية لجبال لبنان سمح لهؤلاء التواغل داخل الأراضي اللبنانية وتحديدا بلدة عرسال اللبنانية مما شكل تهديدا لبعض القرى اللبنانية الحدودية ترد إلى يعني أجهزة المقاومة والأجهزة الأمنية اللبنانية من أهالي مناطق مختلفة يعني من أهالي الفيكي وجديدة الفيكي ورأس بعلبك وهذه القرى مسيحية وسنية أيضا وليست قرى شيعية فقط أن هناك حركة مال المسلحين في الليل وهناك خوف كبير لدى الأهالي خصوصا الذين يعني يسكنون في المنطقة الشرقية من هذه البلدات التي تتجاور مع جرد عرسال من الناحية الشرقية المعارك على طول السلسلة الشرقية لجبال لبنان تعتبر معارك تطهير معابر تطهير قد يعني أن زمن الانتحاريين والانفجارات والصواريخ قد انتهى نور أخضر قناة الكوت بيروت